اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنة خوف من جيانا على ذلك هي بتعمل اي حاجة يعني ما فيش حد بيقعد يعمل كده في خوف حنشوف حتى الان ضغط ضغط من جيانا جيانا قلنا بالحزام الاحمر انجريد بالحزام الازرق جيانا بتمثل الاهل المصري دربة كويسة لكن انجريد هربت منها فيش حد رفع اي حاجة وقفت المباراة هل في حاجة مش هارفين بص في حد يمكن نتكلم او حاجة من حاكم المتبوس بتشوف في حد معطرد على اي حاجة يعني حتى الان ما حصلش تلاحم يا سلام يا سلام ايه الضربة دي ما شاء الله ضربة من جيانا رائعة رائعة يوكو اول نقطة لجيانا يلا جيانا مش اي حاجة طبعا تحركات تحركات سريعة يعني احنا نشوف اللاعب وتمييزه من حركات رجليه في الملعب يعني نشوف تقدر تهرب من اي ضغوط عليها تقدر تهرب من اي ضربات هنا في نظار لللعبة انجريد خروج برا الملعب تحركات تحركات بتقدر تهرب جيانا بتقف في الاماكن الصح اللي هي تقدر اللي بيها تقدر تضغط عليها في اي لحظة تجيب نقطة اكيد هتوقف لازم هتديك هروب هاتي خالد فاط بقولها رجاعي لك ما تقربيش من الدخول اما هروب يعني دي علامة الهروب اول انظار او تاني انظار للجيانا من الفئة نائية لازم تلعب اه لازم تلعب لازم تلعب هذه النقطة التانية للجيانا لعب يا جيانا عندك مستوى وعندك بطلة عالم تلعب يا سلام يا جيانا هذه النقطة التانية وتنشيء لكن برضو يعني ده كل ده يعني كل ده ضرب في الهواء يعني زي فرح العمده مالوش اي لازم اهو صافرة النهاية تفوز جيانا بنتيجة المباراة اتنين لشيء ودي علامة الفوز رابو يا جيانا الف الف مبرو يا جيانا والميدالية تهبية جيانا فاروق من اهل المصر تفوز بالميدالية التهبية الاولى في المحيات واللعب انجريد من سوفيكيا بالميدالية التهبية الف مبروك للعب جيانا فاروق